اعطيكم العافية اليوم راح نبلش بالكونديشنال جوينت و الكونديشنال جوينت طبعا مشترح الكونديشنال مرق معنا قبل هيك بكثير مواضيع هون اننا نبلش باذا كان discrete random variable الCDF هو سميشن لتقاطع التو بوينت اللي هي الـ X تساوي XI في Y تساوي YI في unit of X minus XI على حكينا احنا probability الشرط والPDF هو عبارة عن delta function بالنسبة للكنتينيو وسراندوم variable صراحة دول القوانين بتكن تحفظوهم منيح يعني ان شاء الله بالنسبة ل الـ X وعند Y معينة أو central point بيكون تكامل من minus infinity لـ infinity لجوينت الـ pdf على الـ pdf عند الـ y note بالنسبة لـ x طبعا من كامل بالبسط وبالنسبة لـ cdf أو عفوان الـ pdf احنا منروح منشتق اللي طلع معنا هون او من نعوض بال جوينت pdf x و y note على probability الشرط اللي هي y note طيب اذا كان معطيني الـ y فترة وطالبني conditional لها بروح بكامل من a لb بالنسبة لل y والx من minus infinity لـ infinity لل joint pdf على joint pdf من a لb ومن minus infinity ل infinity ال pdf هو مشتق للcdf بس او نقدر نطلع عن طريق انه نكامل من a لb بالنسبة لل y joint pdf وبالمقام اللي هي من a لb f y of y بالنسبة ل y يعني من كامل تحت المارجنال pdf هسا اذا كان discrete random variable ومعطيني ال y فترة ايش اللي بنعمل probability التقاطع زي ما احنا متفكين على probability الشرط التقاطع اللي هي x تساوي x i y من a لb في unit طبعا والpdf هو عبارة عن delta function طيب نأخذ امثلة على continuous وعلى discrete عشان احنا نفهم كيف نتعامل مع joint pdf و joint cdf معطيني joint pdf ل discrete random variable طبعا زي ما احنا شايفين بيحكيلي طالب مني fx of x عندما y تساوي 2 يعني الشرط عندي هون انه y بتساوي 2 اثنين طيب هاي اول فرق طيب متى بال function او وين قيم y تساوي 2 ما في عندي الا لما x تساوي 0 يعني عند هاي النقطة بس بروح هسا هون معطيني الشرط هو y تساوي 2 بروح بجيب كل قيم x لما y كانت تساوي 2 وين قيم x اللي y تساوي 2 عندها بس اللي هي عندي 0 زي ما حكينا شو ال probability على 36 بتساوي 1 في unit of x تمام ليش unit لانه عبارة عن cdf طيب الفرع الثاني بده fx of x عندما y تساوي 2 اتفقنا انه هي summation للتقاطع probability of x تساوي xi y تساوي y i على probability of y تساوي 2 في unit of x minus xi هسه هو هنا عبارة عن مشتقل cdf اللي طلعناها من شوي طيب خلينا نحلها كمان مرة عشان نفهم كيف هون الشرط عندي y تساوي 2 وين قيم x عندما y تساوي 2 مندور بال pdf ما في الا y تساوي 2 عند x تساوي 0 فمعناته 30 أو 3 على 36 على probability of y تساوي 2 وين y تساوي 2 بس هنا يعني 3 على 36 في delta of x لماذا دلتا of x لماذا مثلا x of minus 1 لأنه بهاي القيمة x كانت عندي تساوي 0 طيب نيجي للفرع الثالث الفرع الثالث بيحكي لي f x of x عندما y بين 0 وبين ال 1 هسا هون احنا ال y أو عفوا ال y بين الزير وبين الواحد يعني وين قيم y كانت محصورة بين الصفر والواحد يعني وين قيمة y صفر وين قيمة y واحد لأنه هذا عبارة عن discrete random variable طيب القانون تقعنا summation probability x تساوي x i في أو تقاطع y محصورة بين الصفر والواحد على probability of y محصورة بين الصفر والواحد في unit of x minus xi وين قيمة y صفر لما x تساوي صفر ولما x تساوي واحد ولما x تساوي اثنين تمام طيب وين قيمتها واحد لما x تساوي زيرو ولما x تساوي واحد نبلش بالصفر لما اول شي probability of x تساوي zero الواي طبعا متفجيل انها بين الصفر والواحد كم تساوي وين عندي قيمة x zero والواي بين الصفر والواحد عندي هون وعندي هون يعني 6 على 36 زائد 12 على 36 يعني 6 على 30 زائد 12 على 36 وتساوي نص طيب الثاني لما x كانت تساوي 1 y بين الصفر والواحد وين x كانت تساوي 1 وي محصورة بين الصفر والواحد هون لما x تساوي 1 وي محصورة بين الصفر والواحد اللي هي 8 على 36 زائد وين كمان في عنا قيم y محصورة فيها بين الصفر والواحد والإكس تساوي واحد هاي أخذناها اللي هي ثمانية ستة وثلاثين وهاي اللي هي كمان مرة ثمانية على ستة وثلاثين وتساوي أربعة عشر أو ستة عشر على ستة وثلاثين طيب الأخير اللي هي لما إكس تساوي اثنين وي محصورة بين الصفر والواحد إحنا جمعها هون قاعدين بنأخذ كل قيم إكس اللي داخل الشرط لأنه الشرط عندي الواي تكون محصورة بين الصفر والواحد فإحنا بنأخذ كل قيم إكس اللي بتحقق لهذا الشرط طيب وين إكس تساوي اثنين والواي بين الصفر والواحد هاي اللي هي واحد على ستة وثلاثين ستة وثلاثين في غيرها ما في غيرها ستة هاي ليشون هي ستة وثلاثين طيب الآن سنجمعهم مع بعض ومنجيب probability الشرط اللي هي الصفر الصفر هو مش التقاطع على الشرط خلينا نجيب probability الشرط واحد وتساوي وين الواي محصورة بين الصفر والواحد عند أي قيم لإكس اللي هي هاي وهاي 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 كمان وهاي يعني مجموحهم ثلاث وثلاثين على ستة وثلاثين بس هي هاي اللي مش داخل معنا اللي هي لما كانت وي تساوي اثنين وهاي مش داخل فترة الشرط فبتصير فترة التقاطع على أو probability التقاطع على probability الشرط طيب كيف منكتبهم على شكل cdf أول إشي x تساوي 0 نص نص على probability الشرط ثلاث وثلاثين على ستة وثلاثين في unit of x ليش؟ لأنه الـ x عنه هون تساوي 0 طيب زائد لما x تساوي واحد كانت لprobability ستة عشر على ستة وثلاثين على probability الشرط اللي هي ثلاث وثلاثين على ستة وثلاثين في unit of x ماينس واحد اللي هي x كانت تساوي عنه هون واحد زائد لما كانت x تساوي اثنين واحد على ستة وثلاثين على probability الشرط اللي هي ثلاث وثلاثين على ستة وثلاثين في unit of x ماينس 2 طيب هسا نيجي للفرع الرابع الفرع الرابع الفرع الرابع طالبني pdf ل x عندما y كانت بين محصولة بين الزيرو والون هو نفس هذا هو نفس هذا بس اللهم منبدل unit function ب delta function أو اللي هي نص على ثلاث وثلاثين على ستة وثلاثين في delta of x زائد 16 على ستة وثلاثين على ثلاث ثلاثين ستة وثلاثين في unit أو عفوا delta of x ماينس 1 زائد اللي هي الأخيرة اللي هي واحد على ستة وثلاثين على ثلاث ثلاثين على ستة وثلاثين في delta of x ماينس 2 طيب الفرع الخامس طالب مني probability probability لما x كانت أكبر من واحد y تساوي 2 هط كيف منحله السؤال وين ال x أكبر من واحد هنا بدنا ننتبه إنه الواحد مش داخلة فقيم ال x عندي أصلا من صفر ل 2 فهي وين قيم x تساوي 2 و y كمان تساوي 2 وين الثنتين بيكون 2 عندي ما في هون عندي قيم بيكون فيها x 2 و y 2 فعشان هيك هي probability of 0 بتصير 0 الفرع السادس طالب مني probability لا 0 أو x محصورة بين 0 وال 1 وال y 1 طيب وين ال x بتكون هسا هنا بالفترة طالب مني أن ال x محصورة بين 0 وال 1 الصفر مش داخلة فبتظل عندي قيم x بس اللي داخلة بالفترة 1 وال y تكون بين الصفر وال 1 طيب يعني probability x تساوي 1 وين x تساوي 1 عندنا هون أول إشي هاي بتحقق الشرط آه ليش لأن y كمان تساوي 0 فداخلة بالفترة وهون كمان هون x عندنا 1 وال y 1 فداخلة ضمن الفترة هون لا ليش لأن x هنا تساوي 2 فبتصف عنا probability probability هاي اللي هي أو عفوا x تساوي 1 هاي 8 على 36 30 probability الشرط probability الشرط هاي طلعناها عين شوي اللي هي الـ x محصورة بين 0 و الـ 1 اللي هي برضو يتساوي 1 سائد 8 على 36 على probability الشرط اللي هي 33 على 36 هذا كله نجمعه وبعطينا ناتج probability خلينا نأخذ مثال على في حالة انه كان عندي كونتينيوس أو كونتينيوس pdf معطيني الـ joint pdf هات 3 x y الـ x محصورة بين 0 و الـ y بين 0 و الـ b اول مطلوب يحكي لي find b طيب احنا اتفقنا انه تكامل تبع الـ pdf من مينس infinity ل infinity x y تساوي 1 معنى توبه اروح بكامل من الـ x من وين لوين تبدأ عندي من 0 لوين وال y من 0 ل b لل joint pdf المعطيني 3 x y dx dy وتساوي 1 هذا لازم كل المقدار يعطيني 1 طيب لو كاملت بالنسبة ل y بيظل عندي اللي هي تكامل الـ x يكون عندي ثلاث على 2 b تربيع dx تساوي 1 بكامل هذا المقدار بتطلع عندي بي تساوي 2 عفوا 2 على جذر الثلاث ثاني مطلوب مطلوب طالبه مني اللي هو بده كونديشنال ثاني مطلوب اللي هو كونديشنال cdf x y تساوي 1 هكيانا في مثال قبل هيك لما هكيانا عن الجوينت والجوينت pdf والجوينت cdf انه لما يطلبني عند نقطة معينة فمباشرة 0 طبعا هنا اول اشي طالبني cdf مش probability تمام ثانيا هنا عندي x اكثر من قيمة هو مش محدد لقيمة x هو بس محدد لقيمة ay فهذا على القوانين اللي احنا اتفقنا رح نحفظهم تكامل من مينس انفينيتي ل x f x y of x y بالنسبة ل x على f y of مطيل قيمتها هنا 1 وتساوي تكامل من 0 ل x 3 x dx هنا y عنا بالها معطاف هي 1 عبارة عن 1 1 تكامل من 0 ل 1 عشان نجيب ال f y of 1 3 x y dx y y y 1 1 1 هذا عبارة عن قانون marginal pdf تمام فنجيب pdf ونعوض في 1 فبيطلع الناتج عندي x تربية اللي بعده الفرع الثالث طالب مني pdf conditional pdf ل x عندما y تساوي 1 بروح بشتق ال conditional تبعز cdf وتساوي 2 x لانه هو عبارة عن مشتق احنا متفقين الفرع الرابع طالب مني probability x اكبر من نص عندما y محصورة بين الصفر وال 1 هذا برضو على القانون اللي احنا ينفرض نحفظه وتساوي تكامل من minus infinity ل x ومن 0 ل 1 اللي هي ال y او فترة ال y في x fx of y dy dx على تكامل من 0 ل 1 f y of y ايش بيساوي هذا عنا بيعطيني تكامل من 0 ل x كامل نحيك بالنسبة لل y احنا 3 على 2 x y تربيع d x طبعا y من 0 ل 1 على اللي تمام عشان نجيب المارجنال بي دي اف تبع الواي وهون نكامل بالنسبة لواي المارجنال بي دي اف الخاص بالواي فبعد التكامل بيطلع معنا الناتج اكس تربع فالسي دي اف بتصفي وفي اكس واي محصورة بين الصفر والواحد تساوي اكس تربع لما الاكس محصورة بين الصفر والواحد واحد لما اكس اكبر من واحد اللي هي بعد اكبر قيمة بالبي دي اف طيب الفرع اللي بعده اللي هو الفرع الخامس طالب مني البي دي اف البي دي اف لأكس لما الواي بين الصفر والواحد شو بروح بعمل بروح بشتق ال ال الكونديشن البي دي اف اللي طلعته لما كانت اكس اه والشرط محصورة بين الصفر والواحد والواحد بالنسبة لاكس فايش بصير معاي بصير اثنين اكس اللي هي مشتقة اكس تربيع لما الاكس محصورة بين الصفر والواحد وزيره تمام تمام نيجي للفرع اللي بعده اللي هو الفرع السادس طالب مني اه بروبابيليتي لما اكس اكبر من نص عندما الواي محصورة بين الصفر والواحد طبعا هون بدنا نرد نعيد الحكي اللي حكينا بالشابتر الثاني اللي هو كونديشن البي دي اف اند سي دي اف لما يطلب مني بروبابيليتي لشرط انا امطلع ال سي دي اف تبعته بروح على السي دي اف اللي انا طلعته يعني ما بروح على السي دي اف اذا كان معطئ لي مثلا او انا مطلعه بفروع قبل لا بروح على السي دي اف اللي انا طلعته اللي هو هاض وبس تعمله على أساس أجيب لبربابيليتي هاي لأنه الشرط عندي واحد يعني نفس الشرط ما برجع لسي دي أف العام اللي هو معطيني أو اللي أنا طلعته برجع لسي دي أف اللي نفس الشرط تبعي هاسا هاي هي عبارة عن هاسا هاي الـ X الاشارة الأكبر لجهة الـ X نحن متفقين أنه في هاي الحالة واحد ناقص probability of X أقل أو تساوي نص تمام في حالة condition 0 أو الـ Y محصورة بين 0 والواحد وتساوي 1 بروح بجيب F عفوا هاي F condition high بروح بعوض بالـ CDF الـ condition اللي أنا طلعته اللي هو CDF هاض بيطلع معاي الناتج 1 minus ربع وتساوي 3 على 4 يعني بروح بعوض نص بالـ X هاي يعني نص تربيع اللي هي ربع فبتصفي عندي 3 على 4 في عنا مصطلح الـ independent طبعا مصطلح الـ independent هو مش مصطلح جديد علينا بس خلينا نعرف كيف بدنا نفحص الـ independent لي هنا بقدر أحكي عن X و Y إنهم independent إذا كان joint PDF يساوي ضرب 2-marginal يعني إذا بجيب المارجنال تبع X والمارجنال تبع Y بضربهم في بعض لازم يعطيني joint PDF أو joint CDF تمام عشان بهاي الحالة بقدر أحكي عنهم إنهم independent بتقدر تفحص مثلا أو تتدرب عذا الموضوع من خلال الأمثلة اللي إحنا حلناها بتجيب المارجنال وبتضربه marginal X وبتضربه في marginal Y في حالة ال-PDF أو CDF وبتشوف إذا كانوا متساويين معناته independent إذا مش متساوي معناته not independent هسا في عنا فكرة لسؤال معتمدة على theorem بسيطة هي فكرة موجودة بسيطة يعني بتحكي للـ theorem إذا كان الـ function مكون من summation لمجموعة function بقدر أجيب قيمة الفنكشن الأساسي عن طريق الـ conversion بين كل العناصر أو كل الفنكشن اللي بيكونوا ها الفنكشن مثلا إذا كان عندي الاقتران Z بتكون من summation لـ function اسمه X1 وفنكشن ثاني اسمه X2 إلى آخره بقدر أجيب قيمة Z عن طريق الـ conversion بين جميع الفنكشن المكونين لـ function Z في عندي example هون بيحكي لي معطين الف X إنها نص ركت الـ X على 2 وال F Y تساوي E قوة minus Y and X Y independent طبعا بدنا نركز على كلمة independent هون لأنه هاي الـ أو هاي الطريقة طريقة الـ conversion ما بقدر أستعملها إلا إذا خبرني بالسؤال إنهم أنهم الـ function independent تمام لأنه في فكرة مشابهة تقريبا بالشابتر الخامس فما بدي تخربطه فبدي أنبه عليها من هسا ما أعطيني قيمة Z إنها تساوي X زائد Y بده PDF تبع Z أول شي برسم الاقتران X لهو rect من السالب 1 ل1 وقيمته نص وال E قوة minus Y اللي هي function عادي منرسمه بالشكل الطبيعي تمام عشان نعمل Convolution نرسمهم اثنين على نفس الرسمة في عندي هون من 1 ل1 طيب هسا function احنا منقلب او عفوا F Y وعملنا له ازاحة يعني رجعنا لهناك طيب هاي النقطة اللي هي Z لما عملنا لها ازاحة وقلبناها اول اشي اول فترة لما Z اصغر من سالب 1 يعني هون ما في اي تداخل بال signal او بال two function فعشان هيك F Z F Z بتساوي 0 طيب الفترة الثانية لما Z محصورة بين السالب 1 وال 1 يعني كيف صارت الرسمة عنا هيك هي ال X minus 1 و 1 وال Y اللي هي Z هاي دخلت على الفترة اللي هي بين السالب 1 وال 1 بتصير الconvolution من سالب 1 تمام اللي هي بداية التقاطع او بداية التداخل ل Z لإيش لتو function مضروبين مع بعض نص في E قوة ماينس طيب حسا ما منحطها ماينس Y ليش لانه انا بدور على F Z أو F Z فبدي الفنكشن يطلع بدلالة Z تمام هسا هو معطيني بالسؤال انه Z تساوي X زائد Y طيب اروح ببدل Y بقيمتها ايش قيمتي Y لو خليت Y لحالها بتصير Z minus X تساوي Y فعشان هيك ببدل Y Z minus X هسا لو عندي X هنا ما في X هسا لو عندي X ببدلها بقيمتها برضو على أساس أحصل متغير واحد عشان ما أكامل double integration تمام وبالإضافة لZ يعني بدي يكون موجود عندي Z لأنه أنا بدي F Z أو Z بدي الاقتران اللي بيطلع معاي من التكامل بدلالة Z طيب لما نكامل هذا التكامل ايش بيطلع معنا الناتج نص E قوة minus Z في E قوة Z minus E قوة minus 1 طيب الفترة الثالثة لما Z أكبر من واحد يعني هاي X تعنا هيك وهون Z بيصير التكامل من سالب واحد لواحد لا التو فنكشن المضروبين ببعض E قوة minus حكينا الواي بنبدلها بقيمتها اللي هي Z minus X DX ناتج هذا التكامل بيطلع نص في E قوة minus Z في E قوة واحد minus E قوة minus واحد طيب هسا الز Z أو Z شو طلعت معي تساوي صفر لما Z أقل من minus واحد تمام و نص هاي الفترة اللي هي بين minus one وال one نص في E قوة minus Z في E قوة Z minus E قوة minus واحد لما Z كانت بين السالب واحد وال واحد طيب لما Z أكبر من واحد شو طلع عندي ناتج التكامل نص في E قوة minus Z E قوة واحد minus E قوة واحد هاي لما Z أكبر من واحد طيب احنا هيك منكون خلصنا الشابتر الرابع يا ريت نحل أو نحلو أسئلة البروبلمز قد ما تقدر من أسئلة البروبلمز وأمثلة الكتاب والله يعطيكم العافية